إلى تطورات الأزمة الأوكرانية حيث قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن الغرب يقوم بشراسة تشكيل عالم ديمقراطي متعدد الأقطاب على حد تعبيره وفي تصريحات أكد وزير الخارجية الروسي أن مسألة تشكيل عالم ديمقراطي متعدد الأقطاب ذات أهمية خاصة مضيفا أن بلاده تشهد مقاومة شرسة للتغييرات الجارية من جانب الدول التي لا تريد أن تفقد مركزها المهيمن في نظام العلاقات الدولية على حد وصفه أكد رئيس وفد روسيا في محادثات فيين حول الأمن والحد من التسلح كوستانتين جافريلوف أن موسكو سترد بسرعة إذا تعرضت للقصف باستخدام أنظمة أسلحة بعيدة المدى وأوضح جافريلوف أن إمدادات مدافع الهاوتزر بعيدة المدى والأنظمة الصاروخية من طراز هاي مارس تهدد أمن روسيا نفسها وليس دنباس فقط وأشار إلى ورود مقترحات حول بيع أنظمة جافلين التي تلقتها أوكرانيا من الولايات المتحدة موسيقى 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 يحتدم القتال بين القوات الروسية والأوكرانية في مدينة سيفروندانسك في محاولة من موسكو للسيطرة عليها وفي المقابل تقف القوات الأوكرانية صامدة في معركة هي الأصعب منذ بدء العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا وفقا لتصريحات الرئيس الأوكرانية ما بين تحقيق قوات الروسية مكاسب كبيرة في مدينة سيفروندانسك آخر جيب للقوات الأوكرانية في مقاطعة لوهانسك وبين تمسك الجيش الأوكراني بالدفاع عن أرضه يحتدم القتال بين الطرفين في المنطقة الواقعة شرقية أوكرانيا فاشل الجانب الروسي في السيطرة على العاصمة كييف دفع الكريملين إلى نشر قوات بأعداد كبيرة للسيطرة على دونباس لتحريرها من القوات الأوكرانية على الجانب الآخر الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي أكد في كلمة له أن معركة الدفاع عن سيفروندانسك قد تكون أصعب المعارك التي خاضتها قواته منذ بدء العملية العسكرية الروسية على بلاده ووصفها بأنها أكثر معركة وحشية ميدانيا انسحبت القوات الأوكرانية من سيفروندانسك إلى ضواحي المدينة والمنطقة الصناعية ومصنع آزوت الكيميويات متعهدين بمواصلة القتال لأطول فترة ممكنة وذلك بعدما تمكنت القوات الروسية من إلحاق دمار هائل بالمدينة وإعلان موسكو أن قواتها تتقدم نحو السيطرة على الإقليم بشكل كبير المدفعية الروسية قامت أيضا بتدمير مدينة لستشانسك المقابلة لسيفروندانسك من الناحية الأخرى من نهر سيفروندانسك وفي محاولة لتطويق الأوكرانيين في دومباس تضغط موسكو من ثلاث اتجاهات رئيسية هي الشرق والشمال والجنوب ما جعل روسيا تسيطر الآن على أكثر من 98% من لوهانسك حضر الرئيس الأوكراني من أن العالم على شفى أزمة غذاء وصفها بالمروعة بسبب العملية العسكرية الروسية في بلادها وأكد الرئيس الأوكراني أن الملايين قد يموتون جوعا بسبب حصال روسيا لموانئ أوكرانيا على البحر الأسود مشيرا إلى أن أوكرانيا غير قادرة على تصدير القمح والذرة والنفط ومنتجات أخرى بدوره أكد الرئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي أن أوكرانيا بحاجة إلى ضمانات بأن موانيها لم تتعرض لأي هجمات من أجل شحن شحنات الحبوب وفي كلمته خلال اجتماع وزري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في باريس شدد رئيس الوزراء الإيطالي على ضرورة الحاجة إلى رفع الحضر عن ملايين الأطنان من الحبوب العالقة هناك بسبب الحصار الروسية مشيرا إلى أهمية جهود الوساطة التي تبدلها الأمم المتحدة لتحقيق ذلك حضر الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتاريش من ارتفاع أسعار المواد الغذائية والأسمدة بأكثر من الضعف في العالم ما لم تتوقف العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا وفي بيان للأمم المتحدة أكد جوتاريش أن تأثير الأزمة الأوكرانية على الأمن الغذائي والطاقة والتمويل ممنهج وخطير ويتصارع كما حضر الأمين العام من أن ارتفاع أسعار الطاقة القياسية يتسبب في قطاع الطيار الكهربائي ونقص الوقود في جميع أنحاء العالم وخاصة في أفريقيا ودع الأمين العام إلى إيجاد حل سياسي يتماشى مع القانون الدولي ومثاق الأمم المتحدة نظر ببعض الأمين على الأمين الأمين عودة إسراءيا للعبة والإنسانية للمست축青ين حالقاة بالإضافة وإسراءه إلى أكثر منه أي مستوى مستوى إبداعات أمين الوضع أصدقاء ، نظر ببعض الأرشب ، وأصدق منذ أمين ، أبواب ، وأن ذلك